أيضا من ضمن العناصر المهمة حاجة اسمها السيك بار السيك بار حاجة نفس فكرة البروجرس بار ولكن قابلة للتعديل إنه المستخدم بإمكانه أن يعدل عليها السيك بار زي ما شفنا هذا زي اللي بيكون في شريط الفيديو أو بيكون في الأغاني أو بيكون في أي التطبيقات اللي بتتعامل مع الشريط اللي شكله زي هيك وبإمكان المستخدم يضغط على الدائرة ويحركها زي ما بده في منه نوعين في منه ديسكريت وفي منه كونتينيووس الدسكريت فكرته يا جماعة أنه متقطع يعني بإمكانك أنت تسحب وترميه في نقطة من النقاط اللي موجودة عندك ولكن الكنتينيووس بتسحبه وترميه وبتسيبه في أي مكان من الشريط اللي موجود أمامك هذا الفكرة من النوعين النوعين التعامل معهم بنفس الفكرة خلينا نشوف السيك بار الأساسي هذا كيف بنا نتعامل معه نفس القضية بدي أعطيه اسم UI underscore يو آي underscore اللي هو اسمه سيك بار أندرسكور مثلا خلينا نسميه ميوزيك الآن في خاصيتين نفس الخاصيتين اللي موجودة في البروغرس بار خاصية اسمه ماكس بتحدد إيش أعلى قيمة بده يخش يخليها مثلا متين يعني أعلى قيمة للبروغرس متين طيب قدش البروغرس ماشي من المتين مثلا خمسين فهيبين لك إنه هو ماشي خمسين هل المستخدم بقدر يحركها ويعدلها أي نعم بقدر يعدلها ويتعامل معها طبيعي كيف بنا نتعامل معه من الكود باجي بعرف سيك بار مثلا وباجي بعمل عفوا باجي بعمل بالشكل هذا الآن برضه بنفس القضية بإمكانك إنك تعمل ست ماكس أو ست بروغرس أو تعمل اللي بدك إياه فيه مش قضية كيف أنا بدي أعرف عند ما المستخدم يغير في الشريط اللي موجود عندي أنا مثلا حابب أعرف إنه لما المستخدم يمشي لعنده هنا ينفذ حدث معين الآن إنت بتلاحظ في الموسيقى او في اليوتيوب لما انت بتسحب لشريط وبتمشي له هنا بتلاقي بدأ يحمل لك الفيديو اللي بيجي في النقطة هادي. هو فعليا نفذ امر تحميل برمجي عند النقطة هادي. كيف انا ممكن اعرف ان هو سحبه ووصل عند النقطة هادي. باجي بعمل اي شغلة زي ما حكينا بدأك تتحكم فيها بتعمل الليسنر. الخاص بالسيك بار اسمه ست ان سيك بار تشينج لسنر. يعني لما يتغير السيك بار ايش يصير بتعمل الليسنر الجوة اللي اسمه نيو سيك بار تشينج لسنر. لاحظ الليسنر هذا اللي بيختلف عن اللي السابق عن اللي سينارات اللي شفناها سابقا انه فيه تلات دوال مش دالة واحدة. يعني عندما انت تسحب وترمي السيك بار هذا عندما انك تغير في القيمة تابعته في عندك تلات دوال ممكن يتم التأثير عليهم. الدالة الاولى اسمها يعني عندما يتغير قيمة رح يستدعي الدالة هادي. طيب الدالة التانية بيقول لك يعني اول ما تضغط على الدائرة يعني لحظة الدائرة اول ما تضغط عليها رح ايش يسوي يستدعي الدالة هادي. اول ما تسيب الدائرة رح يستدعي. يعني مثلا انت الشريط ماشي عندك. واجف هنا. لو ضغطت عليه رح يستدعي الدالة التانية. لو مشيت فيه رح يستدعي الدالة الاولى لو سبته راح يستدع الدالة التالتة هدولة التالت دول بيخلوك تتحكم باللايف سايكل تاعت السيك بار كله يعني بيخليك في اي مرحلة من مراحل التعامل مع السيك بار تقدر تعرف المستخدم وقتش ضغط عليه وقتش غير قيمته وقتش ساب العنصر هذا فانا مثلا بدي اعرض له رسالة توست لما تتغير لاحظ الدالة هادي بيبعت لك فيها السيك بار كلهم بيبعت لك فيهم السيك بار بحيث انه لو انت بدك تعمل اي عملية عليه وبيبعت لك حاجة اسمها انتجر اي وبوليان الانتجر اي هادي قيمة البروجرس اللي انت ماشي فيه يعني وانت ماشي جديش قيمة البروجرس هادي صارت لما لما انت غيرت القيمة جديش تغيرت مثلا انت وانت ماشي وجفت عند عشرة جبل ما تجاف يعني جبل ما تسيب الماوس بتلاقى جبل ما ترفع اصبعك عن الشاشة بتلاقي جلك عشرة عشرين وهكذا تعال اطبع توست جرب العملية هادي هنا بدي احكيله جيت بيز كونتكست وبدي احكيله هنا مثلا الفاليو از عفوا الفاليو از القيمة بدي اقوله هي عبارة عن قيمة الاي ممكن تلاقيها كلمة بروجرس في في تانية بتلاقي القيمة هادي كلمة بروجرس المهم هي عبارة عن انتجر لانه حسب الفيرجن الليسنر بيغير هما لما بيطوروا على الفيرجن بيغيروا الاسماء او المسميات الخاصة بالدوال تمام وهنا بدي اخلي لونج عشان يبين معي فترة شوية طويلة وهنا بدي احكيله انه لما يرفع اصبعه بدي احكيله انه ستوب تراكنج ستوب مثلا وهنا بدي احكيله انه هو هنا ستوب وهنا ستارت يعني عشان اعرف انه ما تعمل ستارت وما تعمل ستوب تعالني ايجي نجرب نشغل لاحظ هايه واقف هنا اول ما اضغط عليه حكيله ستارت انا لسه مغيرتش بس بالنسبة له هو انا بدي امشي جاعد الان ها لاحظ امشي شوية هايه بقولك الفيليو بتتغير معك لاحظ انا لما ضغطت مغيرتش بس انا جاعد ايش بسوي بمشي هايه بمشي معي وبغير القيمة معي وين ما تروح هيصير يغير القيمة معك مفترض اخر حاجة متين هاي اخر الحاجة متين الان لاحظ اول ما راح اسيب الماوس ايش راح يحكي لي شوية بس يارض هايه حكي الستوب انه وقف خلاص فالستارت اول ما تضغط على العنصر لما انتمشي باستدعي اللي هي لما تسيبه بيضغط هيك انت بتتعامل مع اللي هو والسيك بار الدسكريت بنفس الفكرة تمام